أهي الحرية؟ أم أنها الفوضى؟ أهذا ما كان يطمح إليه الثائرون في ميادين الربيع العربي؟ أم أن قوة ما تمكنت من تحويل الحلم إلى كابوس ثقيل يخيم على أرجاء المشهد العربي؟ أكثر من سبع سنين مضت منذ اندلاع شرارة الربيع العربي، حيث هتف الشعب العربي للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. أكثر من سبع سنين خلفت في العقل الجمعي العربي إحباطاً لا يرى الكثيرون معه جدوى من الثورة أو الحلم بغد أفضل، بل إن البعض بدأ في التعاطي مع ما روجت له كثيراً أنظمة الحكم العربي القديمة من أن الشعوب العربية غير مؤهلة لنيل الحرية. ومن ثم بات التحثر على أيام استبداد ما قبل الثورات ظاهرة ملفتة في الشارع العربي. غير أن أخطر ما خلفته مرحلة الثورات المضادة هو ذلك التمزق والانقسام المجتمعي الذي أصبح يضرب الجسد العربي ضربات قاسية. باتت تهدد حتى بقاء الدولة ككيان سياسي موحد. وأصبح حلم السقوط لاستبداد وتحقيق الحرية مرادفاً مصطلحياً للسقوط الدولة وانتهاكها جغرافياً وتفشي العنف والفوضى الأمنية. وبحسب محللين فإن الأنظمة القديمة وأذرعها وحلفائها داخلياً وخارجياً في مرحلة الثورة المضادة عمدوا إلى تجريم الثورة وتشويه صورة الثوار وتخوينهم حتى يتمكنوا من القضاء على فكرة الثورة وإغلاق الباب أمام أي فرصة لبعث ثوري جديد. وكنتيجة لإخفاقاتها المتكررة لم تسلم قوى الثورة من الانقسامات الداخلية والخلافات البينية ما يجعل واجب الوقت بالنسبة لها رأب الصدع في البيت الثوري وخوض معركة إعادة الوعي العربي بقيمة الحرية ونبذى الفرقة والتشرذم في المجتمعات العربية استعداداً لجولة جديدة من الصراع. اشتركوا في القناة